السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير الاسبوع اللي فاتح احنا اتكلمنا في تقديم حسابي لكم او كشف حسابي عن عام 2018 النهاردة بنتكلم عن موضوع جديد ومش جديد بس انا بركز عليه ليه لان احنا لابد نبدأ 2019 برؤية رؤية تكونك عن كل واحد فينا احنا الواحد فيكو حيقول لي ايه العلاقة ما بين التغيير العالمي المحلي يعني ايه التغيير العالمي المحلي اكيد اللي ارى اللي بتاعت على الفيسبوك قال لك الراجل ده مخه ضرب او مش فاهمه بيقول ايه او ما عندوش وعي الى اخره لكن انا اقصد العنوان الغريب ده علشان شيء واحد تعرف ان انت كشاب صغير او انت كشابة صغيرة او انت او انت كرجل فقير او امرأة فقيرة او انت او انت حتى لما كنتش متعلمين يكون عندك رؤية تستطيع من خلالها انك تنفذ وتقول انا ساستطيع ان انا اغير شيء في مجار الاحداث او مجرى الاحداث في العالم كله وده اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ده اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لكان متخرج من جمعة ولا كان عنده شهادة زي اللي عندكو ولا كان بيتكلم لغات مختلفة لكن استطاع ان يغير العالم كله حول الفكرة التي اقمها في بناء العدل والاخاء والحرية والمساواة الى اخر دي الفكرة الاسية طبعا انا بشكر اخونا عبد الرحمن النحاس واحمد الشيخ من ادلب عبد الرحمن من جهام هنا بريطانيا واحمد الشيخ من ادلب يعني ايه التغيير العالم المحلي حاجات بسيطة وانتو عارفينها بس انا بقعد اكرر وكرر وكرر فيها علشان ذكر فان الذكر تنفع المؤمنين امثلكم دي الخمس الشريح اللي هنتكلم عنها ايه هو الاساس العمل بتاعنا ايه هي مسارات التمكين المجتمعي وبعدين التدرج في بناء الصناعات الحرفية الوطنية وبعدين تدرج في بناء القاعدة الزراعية او الصناعة الوطنية وبعدين في الاخر هنشوف النتيجة الحتمية اللي هنوصل لها يبقى في الاول لابد نعمل اساس تكيم مجتمعي وبعدين تدرج في بناء صناعيتين حرفيتين واحدة على المسار الزراعي واحدة على المسار الصناعي الحرفي والاخرى اللي هي النتيجة الحتمية ايه هو الاساس بتاع الفكرة بتاعتنا اللي انتو كلكم كلكم اكتبت ناقش انا مع شاب ان الشباب من يومين كنا بنتكلم عن روح العمل اللي هي مفقودة تعرفوا مفقودة ليه لان احنا زمان كنا بنشتغل با ايدينا ورجلينا وبنمشي وبنطبع با ايدينا ونلزق الحروف با ايدينا ونرسم الرسومات با ايدينا انتو دلوقتي كل حاجة موجودة على ايه على السوشيال ميديا فانتم افقدتوا انفسكم بناء الروح التي تستطيع ان تفعل اي مجتمع ازاي ما بننزلش للشارع عشان نتعلم مع الناس ما بنشوفش معاناة الناس ما بتاعش مع الناس وكل اللي احنا عادينه قدامه هو الحكاية الفيسبوك اللي عندنا او حكاية السوشيال ميديا اللي احنا نستطيع ان نقرأ منها بعض الصور واعتقد ان الصور دي هي الناس يبقى اساس عملنا دلوقتي ايه عشان كل واحد فيكم اللي بيتفرج علي سواء كان رجل كبير يستطيع ان يعمل ويبدأ ان بدرة او امرأة كبيرة او رجل متعلم او امرأة متعلمة او شاب صغير او حتى مراهق او شاب صغير او تستطيع ان تعمل هذا واكتر علشان تستطيع هي وانت انكم تعملوا تغيير في العالم ايه ورعن الكلفة لابد يكون عندك حلم الحلم ده بيتحول الى فكرة فكرة تستطيع ان انت تحققها فكرة تستطيع ان انت تحققيها ويكون عندك ايمان بالحلم بتاعك وامام بالفكرة بتاعتك ايمان بالحلم بتاعك وامام بالفكرة بتاعتك وتبتد تتعلم كيف تحقق مثل هذه الفكرة وتجعل هذا الحلم حقيقة كلام ده كلام مش غريب كلام سهل جدا كلام مش عايز محاضرات كلام مش عايز أسدف الجامعة يمخمخوننا ويطلعونا في الهوى لا حاجة بسيطة جدا انت في كل حارة وفي كل زنجة وفي كل ضيعة تستطيع ان انت تعملها وتستطيع انك تعمليها عندك حلم فكرة ايمان بالفكرة تتعلم واهم شي بقى في الخمس نقاط دي كلها يكون عندك اسرار على ان انت حتنجح اسرار على ان انت حتنجح يبقى حلم فكرة ايمان تعلم اسرار دي الوقاعد اللي انت حتوقف عليها يا بنتي وده القاعد اللي انت حتوقف عليها يا ابني وده القاعد اللي اي حد اللي يبقى قبل اني هنطلق انا مؤمن بالله انا بقوله أنا عندي قدرة إن أنا أستمر حتى ولوم يكون عندي ممكانيات اللي هو الإصرار وأتعلم قطوة بخطوة ودقيقة بدقيقة وثانية بثامية وكل يوم أتعلم فيه ودي أول حاجة اللي هي الأساس التغيير اللي أنت حتعمله من خلال الحارة اللي أنت عايش فيها من خلال الزنجة اللي أنت عايش فيها من خلال أي مكان سواء على جبل أو في وادي أو في الصحرة أو في أي حتة عشان تغير به إيه إيه تأثر فيه على التغيير العالمي إيه مسارات التمكين المجتمعي أنا لازم أرجع لكل شيء كان بسيط في الآخر كلمني وإحنا مكتف العلاق على إزاي الحضارة الرفديني بدأت على دفاف الأنهار إما بالصناعات اليدوية أو بالصناعات القائمة على الزراعة والألبان واللحوم وأصبحوا يعملوا حضارات غير عادية لم نستطيع أن نكررها إلى الآن مع كل ما لدينا من إمكانيات مسارات التمكين المجتمعي لو كنا عايزين نبني اقتصاد مجتمعي قوي أو بناء اقتصاد مجتمعي قوي بيساوي بناء مجتمع قوي وقادر على اتخاذ قراراته باستقلالية أو العكس صحيح إذا كان عندنا مجتمع قوي مقادر على اتخاذ قراراته باستقلالية يستطيع أن نبني بناء اقتصاد مجتمعي قوي الاتنين ماشين رايح جاي واضح يا شباب أنا بتكلم من المتعلم من غير المتعلم اللي بيعرف فيه قرار ويكتب اللي ما عارفش يقرار ويكتب اللي خارج من الجامعة مش خارج من الجامعة كلكم عليكم دور وكلنا علينا دور دي القاعدة الفلسفية فنبني الاقتصاد الوطن بتاعنا على أساس قاعدتين أساسيتين محليتين محليتين يعني من داخل الوطن ومن داخل القرية ومن داخل الشارع ومن داخل الحارة ومن داخل الضيعة ومن داخل الزنجة اللي هم الاتنين ايه قاعدتهم التدرج التدرج في بناء القاعدة الصناعية الحرفية الوطنية المهنية والتانية التدرج في بناء القعدة الزراعية الاستصناعية الوطنية يعني انا حبني الاقتصاب بتاعي على قعدتين قعدة الحرفيين وقعدة الزراعيين محدش شي يزايد علي ده فكري انا اللي عايز يسمعوا يسمعوا اللي مش عايز يسمعوا ما يسمعوش هو حر اللي عايز يقوم بي يقوم بي مش عايز يقوم بي هو حر يعني هذا ليس قرآن لكن هذا فكر عشان مش عايزة عقد الامور وكل مني وانا عايزة جيب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا لا الثروات اللي عندنا تحت اراضيين تحت ايه تحت رجلينا يبقى القادتين الاسستين في ملاق الاقتصاد عندنا للقادة الصناعية الحرفية الوطنية والقادة الزراعية الاستصناعية الوطنية ايضا التدرك في بناء الصناعات الحرفية الوطنية يعني ايه ابني صناعة يعني انا كشاب صغير عادي اتعلم ده ما احنا كحطين كده في الاول عادي اتعلم فعشان اتعلم صنعة بروح وارشة اتعلم فيها الصنعة وفي الصنعة اتعلم فيها المهنة واصبح بعد كده حرفي عندي حرفة نجار حداد كل حاجات دي كلها نقاش سمكري سباك كهربائي الى اخري دي بقى انا بمشي عندي قدرة على التعلم بروح الورشة اتعلم الصنعة والمهنة والحرفة وفي الاخر بعد ما اتعلم ويكون عندي حرفة بعمل ايه اول خطوة في بناء الاقتصاد هي التعلم ده تاني خطوة بيكون عندي علبة فيها ايه فيها العدة بتاعتي الى التول زي بنسميها بس بمشي كده في الشوارع بمشي في الشوارع علشان اصلح صلح كهرباء صلح كراسي صلح مواتير صلح مواثير الى اخري وبعدين بعد كده بتحرك وبعدين بكي بقدر خبنة المجتمع يعني بعد ما اتعلم في الورشة الصنعة والحرفة بتاعت دي كلها امشي في الشوارع اعدي الخدمة عشان الناس تعرفني اصلح زي ما انا كاتب هنا هو وبعدين انا اروح السوق اعمل لي فرشة على الارض الامر مش الامر مش عن تري سماوي ان انا عايز ملايين الجناهات عشان اعمل مشوء لا انا مر الاسبوع اللي فاتت ضربتلكم مثل اه بنك الطعام اتبنى بدأوا تحت السلم واصبحت دلوقتي بسم الله ما شاء الله موسوعة او صناعة كبيرة غذائية كبيرة جدا اعمل فرشة داخل ايه اعمل فرشة داخل السوق عشان الناس تيجي تشوفني وطويه واكجر لي طاولة علشان احط عليها العدد بتاعتي والناس تيجي تطلبني وبعدين اعمل لي كشك بعد كده وبعدين اقوم انا عاملت ورشة الموضوع ده بياخد كام سنة اللفة دي كلها قد تاخد لها عشر سنين او خمسشهر سنة عشان في الاخر يكون عندي كشك او يكون عندي ورشة ما فيش حاجة بتيجي ببلاش ما فيش حاجة بتيجي بدربة حظ على السوشيال ميديا ابدا يعني شوف التدرج فيه كم خطوة اتنين اربعة ستة تمانية عشرة حداشر خطوة اما يكون عايز اتعلم شيء لابد اعمل له خريطة طريق قد عشرة سنين خمسشهر سنة لغاية ما يكون عندي ايه الورشة الورشة اللي حيكون فيها ايه فيها انا فيها صناعية فيها عمال وفيها انتاج وفيها تصنيع حاجات حاجة بيصلى حاجات حيكون عندك حاجات وبين بحول الورشة لمحل تجارية وبين بحول ترحمل تجارية لمصنع وبين المصنع بتحول لأسواق عشان تسوق منتجات المصنع الاسواق دي عشان الاسواق تسوق منتجات المصانع وبين بقى سوق استهلاك كبير داخل بلد وبين حسن الانتاج في يصبح تصدير احنا خدنا كده خمسة وعشرين تلاتين سنة على الاقل كل واحد فيكو لو كان ابوه بدأ انه عامل سباك وانه نجار واثر انه يبني مصنع قولوا لأبوكم وقول عموكم وقول خالكم وقول جاركم اللي عمل المصنع ده خد منه كم سنة عشان يعمل المصنع مش اقل من خمسة وعشرين تلاتين سنة مفيش حاجة بتيجي بين عشيات ومضحاها ابدا الاقتصاد مش حابني بين عشيات ومضحاها ارجع اقول اللي انا هكررانه مرة تانية ان احنا بنبنى ان يكون عندنا اصرار على التعلم روح ورشة عشان اتعلم فيها تعلم الصنعة المهنية الحرافية وبقى ان يبتلي بقى اخذ جنال الشارع اقدم خدمة اتحرك في الحواري في الشوارع في كل مكان علشان ايه اخدم الناس من خلال صنعاتي اصلح بقى ان اخش السوق اعمل لي فرشة ما تكلمنيش حاجة احط عليها طاولة عشان انه اشتعرفني وبقى ان يبتلي بقى استقل بنفسي بالاقتصاب بتاعنا وعمل لي كشك برة والكشك ده بحول الورشة بعد كده هو الورشة بتصنع لي بعض الاشياء وبعدين بقى المنتجات والمنتجات بقى ارضها في المحلات التجارية اللي انا ممكن اعملها وممكن اشارك فيها وبقى ان بحول كل المسيح دي كلها الى مصنع والمصنع بيحتاج لاسواق كبيرة نبنيها علشان نسوأ فيها منتجاتنا وبعدين اللي هي بتحول الى استهلاك ولما نحسن الاستهلاك ونحسن الانتاج يبقى عندنا قدرة على التصدير عندنا كم خطوة احنا خدناها هنا اتنين اربعة ستة اتنين اربعة ستة اتنين اربعة ستة 18 خطوة 18 خطوة انا اعيدكم في الاخل في الـ 18 خطوة دول تستطيعوا انكم تعملوا شيء من الانتاج بتاعكم الذي يستطيع انه يصدر للخارج وينافس الأسواق العالمية والمنتجات العالمية ده من نسبة العمل الصناعي البني على الحرفة العمل التالي قاعدة زراعية أولا تفتكروا كان فيه عندنا مرة أحد زعماء بيقولك احنا بقى ننسى الزراعة وبتاعدها وحنبقى دولة صناعية ودمر الزراعة كلها في البلد اللي هو كان فيها وقال لي حاننا تلع من ايه من الإبرة للصاروخ ولا عملنا إبرة ولا عملنا صاروخ وراحت البلد دي راح فيها الرقعة الزراعية كلها ولا أصبحت دولة صناعية إلى آخر لكن دمروا الزراعة فيها لأنه لم يكن يعرف ماذا يتحدث عنه القاعدة التانية لقاعدة الإزراعية وأنا قلت قبل كده أن أغلب كل الحضارات أقيمت على دفاف الأنهار الكبيرة نهر النيل نهر دجلة نهر الفرات وغيرهم وأنشأت حضارات عظيمة جدا في العراق وفي سوريا وفي مصر إلى آخر الزراعة نبدأ نفس الشخص اللي عايز يطلع يتعلم الزراعة يتعلم الزراعة يكون عنده إصرار على التعلم ونشوف مكونات الزراعة اللي هي بذرة والتربة والمياة والمناخ وإنا عايز أتعلم بذرة والتربة شوفوا الأمر بسيط 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 لا تتخيلوه وبعد أن أصبح فلاح الفلاح هو الذي يستطيع أن يغير المجتمعات من غير الفلاحة والفلاحة من الفلاح والفلاح هو الجزء الإنتاج اللي بتقدم بالمجتمع ويصبح المجتمع ده متقدم مش مجرد فأفاس أو مجرد سكينة في إيده أو مجرد لا الفلاحة هي مهنة عظيمة راقية نستطيع بها أن نفلح ونفلح المجتمعات اللي احنا فيها يبقى أمشي بقى كمتعلم إن أنا أصبح فلاح وأعظم الحضارات قامت على دفاف أو على أكتاف أو على كواهل أو على عواتق الفلاحين الفلاحين اللي كانوا يأكلونا ويشربونا ويلبسونا ويطببونا من المزرعات أو المؤنتجات اللي هي فيها تطبيب ومن الحيوانات اللي عندهم من الطيور إلى آخر كل شيء موجود عندهم وبيبنونا بيوتنا من الأشجار والأخشاب وبيبنونا الحمير والبغال والحسنة علشان نمشي بيها تبقى مواصلات فشو المجتمع كمشي زي؟ كمشي على فلاحة الفلاح والفلاحة هو النجاح أنت فالح يعني أنت إنسان كويس هتنجح فالفلاحة هي النجاح أوى حد فينا يتريع على فلاح بالعكس فضل الفلاح علينا قد يكون قبل فضل المدرس علينا قبل المعلم وفيه التبجيلة كده المعلم أن يكون صلوه وقبل المعلم ما نقوم له الفلاحة اللي بيأكلني واللي بيشربني واللي بيكسيني واللي بنقلني بالحمار بتاعه أو بالحسان بتاعه أو بالجمل بتاعه من أمكان إلى أمكان إلى مخان فدي الموضوع ما تعقدوش الدنيا وتقول إحنا عادينا نجيب حالات من برة نبقى زي كذا وزي كذا غلط كل الدول العظمة لا تستغنى على الزراعة في أراضيها ولها محاصيل زراعية استراتيجية لا تستوردها من الخارج خاصة الدقيق والأمح والألبان واللحوم والزيوت لا يمكن إلا أنهم يعتمدوا عن نفسهم بل بالعكس هذه الدول العظمة لها شركات تتحكم في مصادر وثروات الدولة الضعيفة الفقيرة في أفريقيا في الأراضي في المواشي في الأنهار في المياه اللي كانت تتحكم في أسواقها عشان الأسواق المحلية في أفريقيا وفي أسواقها لا تستطيع أنها تتنافس مع الأسواق المحلية في الغرب في أوروبا أو في أمريكا فنفهم يا ناس أن الفلاح وزرعته هم أساس بناء الاقتصاد القوي للدولة اللي بيبنى عليه الصناعات الحرفية أنا هتطلع عمل يعمل لي سجادة إزاي اللي ما يكون عندي الصوف أو يكون عندي القطن الهدوم هعملها إزاي اللي ما كان عندي القطن المشروبات هعملها إزاي اللي ما كان عندي العصائر اللي عندي السمار إلى آخره إلى آخره إلى آخره يبقى الفلاح ده بيحول البذرة دي لشجرة والشجرة بتنتج ثمرة وبحول الموضوع كله من إن أنا شخص كشخص فرد واحد إلى يكون مجموعة من الناس عمالة بابني اقتصاد بناء على المحصول اللي أنا بزرعه بابني اقتصاد بوظف الناس معي سواء أطفال أو نساء أو رجال بابني مزارع وكل مزارع منهم هي مشروع اقتصادي أوى حذاري إنكم تستغنوا عن الأراضي الزراعية ويضحكوا عليكم ويقولوا لكم لا أما تبيع الأرض اللي كان فيها قني عندنا زمان بسيجا عود باع أرضه يا أولاد شوفوا طوله وعرضه يا أولاد يا أولاد غنوله يا أولاد عنا عرضه طوله كانوا بتدربوا على أفاة ليه؟ لأنه باع شرفه يعني باع شرفه باع أرضه يعني إيه؟ يعني باع شرفه يعني باع عزه يعني باع كرمته تتحول للمزارع وكل مزارع فيهم تعتبر اقتصاد محلي اقتصاد محلي اقتصاد محلي بقى أنت تتحول هذين مزارع إلى اتجار بقى اتجار ومحلة تجارية ومصانع للزيوت ومصانع للعصائر ومصانع لكل حاجة ويخرج منها بقى المصانع للغزل والنازج وإحنا بنترحم على واحد اسمه طلعت حرب باشا لو بدأت صناعات الغزل والنازج في مص من حوالي تعمل 80-90 سنة تقريبا وإلى آخر إلى آخر وأمثاله في كل دولة من الدولة اللي هم نتكلم عنها تحول مصانع وتصنيع وأسواق واستهلاك وتصدير هنا التحدي مع سياسة السوق المفتوح بيدمر الاقتصاد الوطني وبيدمر الحرفيات تنقلد وبتدمر الزراعة ليه بيخليك تنكفئ وتنهزم شخصيا أمام المنتج اللي جاي أنا لابد أحافظ على المنتج بتاعي لابد أحافظ على المهن سواء كمهن حرفية أو مهن زراعية إلى آخره لكي أستطيع بعد بضع سنوات أو أكتر أن أنافس في السوق الدولي الأنافس في السوق العالمي السياسة السوق العالمي هي سياسة تدميرية لكل اقتصاد محلي قائم على الحرفيات ونظروا في مجتمعاتكم أنواع الحرف والحرفيين اللي انقرضوا حتى ما فيش حد دلوقتي بيسمع عنهم إلى الآن لكن تأتوا هنا في الغرب عندنا أو في أماكن أخرى تجد الحرفيات دي مبوبة ومفهرسة ولها مرجعيات ولها كليات وأصول وجامعات تعلم الأطفال وتعلم المجتمع كله كيف نصنع كذا وكذا وكذا حتى ربط البيت فمن يحارب الزراعة ومن يحارب الحرفيات هو يحارب بناء اقتصاد الوطني لدولته دول كم نقطة ستة دول تمنتاشر نقطة أيضا كذلك إيه النتيجة الحتمية بقى احنا قلنا حننشي الدورة دي عندنا بتاع تلاتين سنة يعني أنت يا ابو الشباب دلوقتي عندك خمستاشر عشرين سنة خلاص مش هتضرب الأرض تطلع لك دهب دلوقتي قابلك وانت عندك أربعين لخمسة واربعين سنة عشان نتكلم أنت عملت إيه في المسيرة دي كلها النتيجة الحتمية لو أنت ماشي بالطريقة دي أنك حتنتج تصنيع وصناعة واصطناعيات كثيرة جدا داخل المجتمع اللي حتنتج ذلك الأسواق وحتحسن المنتج الوطني وحتستطيع أن أنت تحمل اقتصاد الوطني وحتستطيع أن أنت من خلال هذا أنك تصدره وتنافس في السوق العالمي تنافس مع الدول العظمة في أسواقها العالمية من خلال من خلال نقول من خلال إيه؟ من خلال الفلاح والصناعي شفت أدي الفلاح والصناعي بيوصلونها الفين للنتجة الحتمية دي النتيجة الحتمية إيه؟ أن إحنا هنبني بناءات مجتمعية قوية جدا هنعمل صناعات وطنية هنعمل استقرار في الاقتصاد هنعمل مناخ داخل البلد نفسه مبني على كل الثقافات المهنية والحرفية اللي بتخلينا ننمي مجالات التعليم والأبحاث إلى آخره إلى آخره هنبني نهضة داخل بلدنا وداخل وطننا قيمة على حضارة فكرنا أو قيمة على فكر حضارتنا وكلنا متحضرين وكلنا أصحاب نهضة وفي الآخر هنستطيع أن نؤثر في المناخ الاقتصادي العالمي اللي احنا ممكن مش فقط نكون في شركاء فيه بل بالعكس نكون متقدمين عن الآخرين فيه لأن صاحب القرار السياسي هو صاحب القرار الاقتصادي إن استطعنا أن نبني قرار سياسي مستقل هنستطيع أن نبني قرار سياسي مستقل يبقى الموضوع بتاعنا اللي هو التغييد العالمي المحلي سرحنا قلنا فيه خمس خطوات فيه الأساس والمصالات تمكين مجتمعي والتدرج في بناء الصناعات الحرفية الوطنية أو الصناعات الزراعية وفي الآخر النتيجة الحتمية صريح مسارات تمكين نبني نتكلم عليها لو اقتصاد مجتمعي قوي بيساوي مجتمعي قوي بقدر لاتخاذ قراراته الاستقلالية وبيمشي على قاعدة الصناعة الحرفية وقاعدة الزراعة الاستصناعية والمصالات الموجودين قدامنا هنا الاتنين سواء كان في الزراعة أو في الحرفيات وفي الآخر بعد المسيرة دي كلها نحن كلنا حنشارك فيها سواء كنا متعلمين أو غير متعلمين بالعكس أنا بقول للناس اللي ما حصلش ما أخذوش نصيب من العلم الجامعي أو العلم التقني في الجامعات من حقكم أن أنتم تشاركوا في هذه المسيرة وأنتم قد تكونوا أقدر من المتعلمين في الجامعات على النجاح في المسيرتين مسيرة الزراعية الاستصناعية والمسيرة الحرفية الصناعية لكي تستطيع أن تغير مناخ دولي الاقتصادي من خلال منتجاتكم المحلية أرادتم أن تشوفوا هذه الأشياء الشباب فأنا نذهب على اليوتيوب على هاني البنة أو على الفيسبوك إذا ما ننساعد الوقت وبعد حوالي عشر دقائق سنقولها بالإنجليز إذا كنت تريد أن ترى ما أتحدث عنه اليوم تذهب إلى اليوتيوب أرادتي على اليوتيوب هاني البنة أو ونحن نتحدث ماذا؟ آسف إذا كنت تريد أن تذهب هذا هو في اليوتيوب هذا هو في تويتر هذا هو في يوتيوب وفي عرب وإنجليز وفي الإنستغرام إذا كنت تريد أن ترى أي شيء يمكن أن تذهب إلى هنا هذه الصفحات في حوالي 800 أو 770 أو 780 فيديو موجودة فبالعربي وبالإنجليزي وإن شاء الله سأتحدثكم بعد 10 سنوات في الإنجليز إن شاء الله لكي ترى ما أولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته